يقول هذا السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ هل محبة أحد الصحابة أكثر من الآخرين مع اعتقاد فضلهم جميعا ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة ومواجبنا نحو الصحابة الصحابة يشتركون في الصحبة وفضلها يميعا لهم فضل الصحبة وأما أن بعضهم أفضل من بعض هذا لا شك شابت ولهم أبو بكر الصديق هي الخلفة الراشدين هي العشرة المبشرين في الجنة أصحاب بدر أصحاب بيعة الرغوان الذين أسلموا قبل الفتح قبل فتح مكة أولا أفضل المهاجرون أفضل من الأمصار وأما في المحبة فهم يحبون جميعا ولا يفضل بعضهم على بعض في المحبة لأنهم كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضي الله عنهم جميعا فحبهم جميعا لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضلهم وسابقتهم نعم اشتركوا في القناة